ترجمة نانسي قنقر في ترسيخ حقوق الإنسان وحماية الحرية الأساسية وضمان المساواة أمام القانون دون تفريقة أو تمييز وتوفير سبل الإنصاف والعدالة وحرص جلالته على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة كما يمثل استمرار المملكة في الحفاظ على موقعه الريادي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص التزابا بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بمأسسة العمل الحكومي ضمن استراتيجية تنموية شاملة تقوم على أسس احترام حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن عمل كافة الأجهزة الحكومية المعنية ويرتكس تصنيف الخارجية الأمريكية على الجهود الحكومية التي حققت المعايير الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص كما هو منصوص عليه في تشريع الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتم تصنيف الدول إلى أربع مستويات وتشير الفئة الأولى وهي الأعلى في التصنيف إلى الدولة التي طبقت كافة المعايير وهي الفئة التي تحافظ عليه المملكة منذ العام 2018 وقد اهتمت مملكة البحرين بحقوق العمالة الوافدة واحترام حرياتهم المدنية والاقتصادية والدينية والاجتماعية وفقا لأحكام الدستور ومبهدئ في ثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ما أسهم في إبراز البحرين كنموذج لاحترام الحقوق والكرامة الإنسانية وأشهد تقرير وزارة الخارجي الأمريكية بحرص المملكة على رسم سياساتها المعنية بمكافحة هذه الجريمة من خلال التطوير المستمر للأدوات التشريعية والإجرائية والإدارية لمواكبة تطورات الجريمة ضمن منظومة حماية تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهة الحكومية منوها بالجهود المبدولة لمأسسة جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية العمال الوافدة من خلال استحداث العديد من الإجراءات والآليات